اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات التنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تشهد تطورا وتنميا مستمرا في مختلف المجالات وانوها سموه بما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية واهمية تعزيزها نحو مزيد من التعاون وتنسيق المشترك بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الكضيبية اليوم سعادة السيد بيوش سريفاستابا سفيرة جمهورية الهند لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث نوى سموه بدور سعادة السفير في تعزيز أواصر العلاقات البحرينية الهندية متمنيا له التوفيق في مهمه المقبلة واشار سموه إلى الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات بما يعود بالخير والنماء على الجميع لافتا سموه إلى دور الجالية الهندية في مملكة البحرين واسهاماتها في دعم مسارات التنمية بالمملكة من جانبه عرب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ومتابعة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين